مرحباً بكم في الوحدة أربعة من جلسات التدريب على التواصل في حالة المخاطر. سنتناول في هذا التدريب دراسة المادة الكيميائية المطاهرة وهي حمضي البروكسي أسيتيك. تم إصدار هذه المادة برقم منحة SH05046SH8 من إدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة العمل الأمريكية. وهي لا تعكس بالضرورة آراء أو سياسات وزارة العمل الأمريكية ولا يشير ذكر الأسماء التجارية أو المنتجات التجارية أو الشركات إلى تصديق الحكومة الأمريكية عليها. ما هو حمض البروكسي أسيتيك؟ حمض البروكسي أسيتيك هو مادة مطاهرة تستخدم في مجال صناعة الأغذية والرعاية الصحية. تتكون محليل حمض البروكسي أسيتيك عادة من مزيج من حمض البروكسي أسيتيك وحمض الأسيتيك وفوق أكسيد الهايدروجين بتركيزات مختلفة. برغم أن التركيزات تختلف من جهة تصنيع لأخرى، إلا أن الصيغة المركزة من حمض البروكسي أسيتيك لا يجب أن تتجاوز 40% على الإطلاق من المحلول بسبب أمور تتعلق بثبات المادة الكيميائية. فحمض البروكسي أسيتيك هو عامل مؤكسد غير مستقر. ماذا يعني هذا؟ عندما تصنف مادة كيميائية على أنها عامل مؤكسد، فهذا يعني أنها قادرة على اختراق سطح البكتيريا والفيروسات مما يجعلها غير قابلة للحياة. وهذا الحمض هو عامل مؤكسد قوي، أقوى من الكلور أو ثاني أكسيد الكلور، مما يجعله مادة مطهرة جذابة لأنه يتحلل في النهاية إلى الماء والأكسجان وثاني أكسيد الكربون، ولا يترك أي أثر لمادة كيميائية على الطعام. يستخدم حمض البروكسي أسيتيك في العديد من التطبيقات المختلفة، وذلك بناءً على المجال الذي يستخدم فيه. ففي المستشفيات، يستخدم حمض البروكسي أسيتيك لتطهير المعدات والأسطح كيميائياً مثل الأنابيب المطاطية والقصاطر والمناظير وأجهزة غسيل الكلة والمعدات الجراحية. كما يستخدم حمض البروكسي أسيتيك في مصانع البيرة في مناطق تعبئة الزجاجات وفي تقنيات التنظيف المكاني. وفيما يلي مثالاً على حوية من حمض البروكسي أسيتيك تستخدم في عمليات التطهير. يتم دخل مادة الكيميائية الموجودة بداخل الحوية عبر المصنع بالكامل من موقع التخزين المركزي وصولاً إلى موقع الاستخدام. وفي عمليات تصنيع الأطعمة يستخدم حمض البروكسي أسيتيك في المنتجات الغذائية بعدة طرق. في قطبان الرش التي تقوم برش محلول مخفف من حمض البروكسي أسيتيك المخفف على سطح الطعام. إما بطول السير الناقل أو داخل حجيرة إعادة معالجة على خط الإنتاج. أو خزانات الغمر بطول مسار السير الناقل. والتي تسمح بغمر المنتج الغذائي بالكامل في محلول من حمض البروكسي أسيتيك. أو خزانات التبريد حيث يغمر المنتج الغذائي في محلول حمض البروكسي أسيتيك لفترة طويلة من الوقت. توضح هذه الصور مثالاً على خزان غمر الدجاج أثناء نقله على السير الناقل. هنا يتم غمره كلياً في محلول مخفف من البروكسي أسيتيك بحيث يغطي منطقة سطح البروتين. في هذه الصورة يتم رش محلول من حمض البروكسي أسيتيك على الدجاجة عبر قطبان الرش الموجودة على السيور الناقلة. كما يستخدم أيضاً كمبيد جراثيم في صناعات الألباني والنبيذي والخمور في تنظيف الخزانات والمدخات والخطوط والفلاتر بتركيزات مخففة. لا يعمل مزيج حمض البروكسي أسيتيك على تآكل مادة الستينلستيل. ينبغي على صاحب العمل إبلاغك بالمواقع التي تستخدم حمض البروكسي أسيتيك والتركيز الذي يتم تطبيقه في كل موقع. يجب وضع ملسقات على الأنابيب التي تضخ حمض البروكسي أسيتيك بحيث توضح اسم المنتج الذي يتم ضخه عبر الحطوط. ما المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالتعرض لحمض البروكسي أسيتيك؟ برغم أن حمض البروكسي أسيتيك لا يعمل على تآكل الستينلستيل، إلا أنه مادة مسببة للتآكل بدرجة كبيرة ومهيجة للعينين والبشرة. وبناء على تركيز حمض البروكسي أسيتيك في الجو، فإن استنشاقه قد يؤدي إلى تهيج الأنفي والحنجرة وتهيج الرئتين مسبباً السعال أو ضيق التنفس أو كليهما، وفي بعض حالات التعرض الشديد له، يحتمل الإصابة بوذمة رئوية. الوذمة الرئوية هي الحالة التي تتراكم فيها السوائل في الرئتين. يعد الظهور المفاجئ الحاد للوذمة الرئوية حالة طبية طارئة. تشمل الأعراض ضيق التنفس والسعال، انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة أو ألم في الصدر. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض أو لديك أسئلة حول تعرضك لهذه المادة الكيميائية، فيرجى التأكد من التحدث مع المشرف والإفصاح عما يقلقك. أين يجب أن تبحث عن مزيد من المعلومات حول حمض البروكسي أسيتيك؟ يمكنك البدء بقراءة الملسق الموجود على الحاوية المستخدمة لتخزين الشكل غير المخفف من المادة الكيميائية. بالنسبة لحمض البروكسي أسيتيك، فإنه قد يكون معبئاً في صندوق أو خزان أو حتى في حاوية بلاستيكية صغيرة. تظهر هذه الشريحة طريقتين مختلفتين للتعبئة. يتم إحضار الشكل المركز من حمض البروكسي أسيتيك إلى المنشأة، ثم يتم ضخه في جميع أنحاء المصنع في أنابيب وخراطيمة مخففة بالماء غالباً. يمكنك أيضاً طلب قراءة ورقة بيانات السلامة للمادة الكيميائية المستخدمة. قد تشاهد أيضاً صوراً كبيرة إما على ملسق الحاوية أو على ورقة بيانات السلامة. هذه الخطوط الحمراء التي تأخذ شكلاً ماسياً وبداخلها صور تسمى صوراً توضيحية. تمثل هذه الصور التوضيحية المخاطر الرئيسية التي يسببها أي عنصر كيميائي. بالنسبة لحمض البروكسي أسيتيك، توجد أربعة أشكال توضيحية رئيسية يجب أن تتعرف عليها. الرسم التوضيحي الأول يوضح أنابيب الاختبار وقد سكبت على اليد والسطح لتوضح التآكل. تشير هذه المواد إلى أن المادة الكيميائية قد تتسبب في تلف العين أو التآكل الجلدي أو حرقه، وقد تتسبب في الإدرار ببعض المعادن. الشكل التوضيحي التالي يعبر عن لهب فوق خط أسود واضح. وهذا يعبر عن أن المادة قابلة للاشتعال، وقد تتفاعل في ظروف معينة. الشكل التوضيحي الثالث يسمى اللهب في دائرة، وهو يعبر عن أن حمض البيروكسي أسيتيك يعمل كمادة مؤكسدة، مما يعني أنه في حال تواجد الأكسجين ستكون المادة الكيميائية قابلة للتفاعل. الشكل التوضيحي الأخير عبارة عن جمجمة وعظمتين متقاطعتين، ويعبر هذا الشكل عن أن هذه المادة الكيميائية قد تكون خطيرة على صحتك وسامة للغاية إذا تم ابتلاعها أو استنشاقها بكمية كبيرة. إذا كنت تشعر بأنك بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول استخدام حمض البيروكسي أسيتيك في مصنعك، فتأكد من سؤال مشرفك أو ممثل السلامة والصحة. هناك العديد من الأشياء المهمة التي يجب أن تعرفها عن حمض البيروكسي أسيتيك. أولاً، يتم أحضار معظم البيروكسي أسيتيك إلى مصنع أو منشأة في صورة مركزة أو غير مخففة، إما في ناقلة أو صندوق أو برميل أو أي نوع آخر من أنواع الحويات. وبمجرد دخولها المنشأة، يضاف الماء إلى الخليط، فيقل تركيز حمض البيروكسي أسيتيك. يجب أن يشرح لك مشرفك كيف يتم إدخال المادة الكيميائية إلى المصنع وتوزيعها للاستخدام، وكيف يرتبط ذلك بتعرضك للمادة. على سبيل المثال، يتفاعل حمض البيروكسي أسيتيك في شكله المركز بقوة مع المعادن اللينة مثل الحديد والنحاس والزنك والنحاس الأصفر. من الأهمية بمكان معرفة ما إذا كنت ستحرك أو ستقوم بنقل صناديق أو حويات من المادة الكيميائية في شكل مركز. ألا تعرف ما إذا كنت ستقوم بنقل حمض البيروكسي أسيتيك في شكل مركز أم لا؟ ينبغي عليك سؤال المشرف عن تركيز حمض البيروكسي أسيتيك، الذي سيطلب منك التعامل معه أو ملامسته أو العمل في محيط استخدامه. تأكد من أن المعدن الوحيد الذي يتلامس مع البيروكسي أسيتيك غير المخفف هو الستينلستيل. بعد ذلك، إذا كان من المحتمل تعرضك لحمض البيروكسي أسيتيك أو كنت تعمل في مكان تعاني فيه من تهيج ناجم عن استخدام المادة الكيميائية، فاطلب من المشرف أو مدير السلامة والصحة الخاصين بك معدات الوقاية الشخصية لمنع ملامستها للجلد أو الغشاء المخاطئ، كالعينين على سبيل المثال. قد يشمل ذلك تزويدك بالقفازات ونظارات واقية، وواق للوجه وجهاز تنفس أو كل ما سبق. كيف تعرف معدات الحماية الشخصية التي يجب عليك اختيارها؟ يتم تحديد اختيار معدات الحماية الشخصية خلال تقييم مخاطر معدات الحماية الشخصية، والذي يتم إجراؤه لكل وظيفة في المنشأة من قبل صاحب العمل. يمكن أيضاً تحديد المعلومات المتعلقة بنوع معدات الحماية الشخصية المناسبة عن طريق قراءة ورقة بيانات سلامة المنتج. إننا نوصي باستخدام قفازات مطاطية أو نيوبرين للحماية من حمض الفيروكسي أسيتيك. تأكد من معرفة مكان غسل العين ودش الطوارئ في المصنع خاصة عند العمل مع الشكل غير المخفف من الحمض. قد يكون ذلك ضرورياً في حال تناثر الحمض أو تسريبه. عند التعامل مع حمض الفيروكسي أسيتيك، تأكد دائماً من تخزين الشكل غير المخفف منه في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. يجب أن تكون العبوات المخزن بها حمض البيروكسي أسيتيك المركز دائماً مزودة بجهاز تخفيف الضغط. إذا لاحظت أي تدهور في الحاوية المستخدمة لتخزين حمض البيروكسي أسيتيك، فيرجى تنبيه المشرف على الفور. وأخيراً، إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة أثناء العمل مع البيروكسي أسيتيك أو بالقرب منه، فينبغي إختار المشرف أو ممثل الموظفين على الفور. من حقق أن تعمل في بيئة خالية من المخاطر المعترف بها، وأنت محمي من قبل هيئة الصحة والسلامة المهنية عند إبلاغك عن المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة. شكر خاص لخدمات الترجمة المقدمة من EVS.